بسم الله الرحمن الرحيم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاويا فهل ترى لهم من باقيا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغنوا الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تنرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيا إن ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضيا في جنة عاليا قطوفها ذاديا قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخاليا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتا كانت القاضيا ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أكثم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم